شكرا جزيلا السيد رئيس المجلس وأشكر روسيا الاتحادية على دعوة لهذه الجلسة الطارئة حول الموقف المتردي في الغوطة الشرقية كما أشكر من جانبي لوكك أيضا على كلمته أود أن أعطي بعض الملاحظات من الجانب السويد والكويت السيد رئيس المجلس في سبعة سيوانوات من الحرب لم تكن الغوطة في أسوأ حالاته كما هي الآن ويذكرنا ذلك بالحقيقة ما يعانيه الشعب السوري في الغوطة الشرقية والمسئولية التي تقع على عاتق هذا المجلس بالأمث قرر الأمين العام لمجلس الأمن قال هنا أن هناك ربعمائة ألف يعيشون في جحيم على الأرض وهذا يدعونا جميعا في مجلس الأمن أن نعمل وبصورة سريعة بتعليق كافة الأعمال في الغوطة الشرقية وتقديم كل المساعدات الإنسانية للمحتاجين بالإضافة إلى إجلاء مئات المدنيين الذين يحتاجون عمليات الإجلاء وخلق احتمالية لحياة المدنيين والحفاظ على حياتهم أود أن تهز هذه الفرصة لأذكر الجميع الأطراف بأن هناك التزام طبقا للقانون الدولي والمجتمع الدولي لنأجل حماية المستشفيات وأماكن الإغاثة وكل المباني التي تقدم الخدمات الأساسية أن الكويت والسويد تقدم بمشروع القرار من أجل الاستجابة للدعوة والدعوة الشرعية من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومن أجل وقف عمليات العدائيات التي تتم في سوريا لثلاثين يوما من أجل تنفيذ عملات إخلائي ومن أجل تقديم الدعم الإنساني ومن أجل أيضا منع الحصار عن غوطة ونحن نحث كل أطراف المجلس أن يجتمعوا معا ويوافقوا معا ومتبني هذا مشروع القرار من جانب السويد والكويت من أجل مساعدة المدنيين في الغوطة ومن أجل وضع نهاية لهذا الوضع المتردي وليست هناك كلمات تصف هذا الوضع المتردي نحن نواقف إلى خفض عمليات التصعيد وتنفيذ مشروع هذا القرار ندعو أيضا كل الضامنين إيران والتركيا وكل وروسيا في الأستانة وفي كازاخستان أيضا من أجل دعم هذه الجهود معنا من أجل التصويت على مشروع هذا القرار السيد رئيس المجلس استجابة لزملائي وفيما تعلق بمشروع القرار فإن فرق الإنقاذ والإخلاء والمساعدات الإنسانية تتطلب عمليات تأمين إن مشروع القرار الذي نتقدم به اليوم هو ليست معاهدة سلام شاملة ولكننا نهدف من خلاله وما نحتاجه إلى تقديم هذا الدعم الإنساني خلال 30 يوما يجب أن نجبر كافة الأطراف على وقف إطلاق النار فورا نحن نريد خلق آلية لمراقبة هذا الوضع وهذا هو دور مجلس الأمن لدفع كل الأطراف من أجل وقف العداء ومن أجل تبني مشروع هذا القرار وشكرا زملائي في هذا المجلس أعتقد أننا نستطيع أن نحدث فارقا وأنا على يقين بأننا نواجه اختبارا اليوم ليس كسفراء وممثلين لدولنا ولكن كبشر وكإنساني من ناحية الإنسانية هذه مأساة يجب أن نقفها فورا شكرا السيد رئيس المجلس